السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهار ده معينا اكلة حلوة وخفيفة وكل الناس بتحبها ويلا بينا نشوف المقادير. الاول معينا كوبايتين دقيقة. طبعا انتي لو عايزة تزاودي الكمية ممكن برضو تزاودي زي ما انتي عايزة. وبعد كده ده سكر. معلقة سكر كبيرة. وزي نص معلقة صغيرة ملح او رشة ملح. ومعينا معلقة خميرة. وبردو معلقة كبيرة. ومعينا حوالي معلقتين كبار زبدي. طبعا هتشوفوا العجينة والتراوة بتاعتها. وممكن على فكرة تعتمدوها في اي حاجة تانية غير الحواوش. وبعد كده دي ربع كبايت زيت زتون. طبعا برضو ممكن تحطوا اي زيت نباتي انتو تحبوه. وبس وهنبدأ نعجن. طبعا الكمية دي صغيرة يعني حتى اللي ما عندوش عجين. ممكن برضو يعملها بايدو. اه بس اي هي هتاخد وقت شوية من نوكو. طبعا العجين بيسهل كتير. اه وبيسهل الوقت. وكمان بيطلع العجينة مظبوطة. وبس وهبدأ بقى ايه اعجن فيها. طبعا بقى اه المية في ناس كتير بتتلخبط. اه في موضوع المية دي. اه المية على حسب طبعا كل دقيق. انا عندي الدقيق بتاعي دوت ما بياخدش يعني مية كمية كبيرة. اه انا حطيت حوالي كوباية مية زي ما انتو هتشوفو دلوقتي. اه لكن انتو لو مش عارفين او ما بتعرفوش يعني توزنوا ما بين المية وما بين الدقيق. فانتو لديم تحطوا واحدة واحدة. وكل ما تشوفوا العجينة تعجنوها شوية. وكل ما تتعجن معيك وتحسوا ان هي نشفة مش طرية. بصوا انا حطيت يعني كوباية على طول. لاني انا عارفة لا ادي ايه بتاعي ازاي. انتو بقى لو مش عارفين تحطوا واحدة واحدة عشان ايه اه ما تبقاش يعني تحتاجوا ان انتو تحطوا لها دقيق تاني. بس وتعجنوا فيها يعني مثلا ممكن تحطوا زي نص كوباية تبدأوا تعجنوا فيها. وبعد كده لو حسيتوا ان هي محتاجة مية تاني ممكن تحطوا. اه وبس. طبعا انا عايزة العجينة طرية هتشوفوها بعد كده معي في الاخر. عايزها طرية مش عايزها تكون ايه نشفة. بصوا لمت مع نفسها. ولقيت الايه اه الطبق كده بصوا ندف ازاي معيه. والعجينة ايه طرية. بس مش طرية برضو زي ايه زي ما انا عايزة. فانا زودت لها حوالي كمان معلقة مية. عشان خاطر انا عايزاها تكون ايه شوية بتلزق. بس مش بتلزق جامد برضو. يعني ايه كل ما تكون العجينة بصوا. يعني شوية بتلزق معيه. بس مش مش جامد اللي هو ما تقدرش تلميها. كده تطلع معيكو مزبوطة. طبعا لما بتتخمر كمان بتتر اكتر يعني. فانتو ما تخلوهاش ولا ناشفة قوي ولا طريقة. وزي ما انتو شايفين كده. طبعا انا برضو ايه? لازم تعجيني. لازم طبعا الواحد يستخدم ايده. لازم تعجيني. وبس ورشيت كده دقيق في الطبق. عشان برضو لما تيجي تتخمر ما تلزقش معي. وبعد كده هسيبها حوالي ساعة. اه على حسب بقى الجوة عندك. انا ساعت بسخن الفرن شوية وبطفيه. وبعد كده بحط العجينة جواه. وبتتخمر يعني بتاخدش منه اللاسعة بالظهر. هنيجي بقى نكمل. اه هنتبل بقى لحمتنا المفرومة. الاول جبت لحمة مفرومة. ده وتحطيت فيها فلفل اسود. وديت رشة كوزبرة. طبعا دي اختياري. ممكن تحطه وممكن لا. بس انا بحب بحط الكوزبرة النشفة مع اللحوم. بتديها طعم حلو. وملحك طبعا تزبطي بقى الملح عشان خطر ايه مع العجينة. ممكن الملح برضو ايه بيبقى قليل شوية. وكمان رشة ارفة. برضو دي اختياري ممكن تحطيها ممكن لا. ودي بقى دوت مرأة خروف او مرأة لام. دي مرأة عاملة زي اكنك بتحطي ليا بالزبط في اللحمة. طبعا دي برضو اختياري. ممكن انتي لو مش عايزة تحطي مرأة. ممكن بس تجيبي دهنة وتحطيها مع اللحمة المفرومة. وبس وبشرت البصل وحطيته كمان معي. سهلة جدا وسريعة. يعني ما بتحتاجش منك اي حاجة. وبس وها ابدأ باقي اعجن كده اقلبها مع بعض كده كويس. عشان ايه عايزة كل حاجة تخش في اللحمة. في ناس بقى بيحطوا فلفل حرق. طبعا برضو بيبقى طعمه جميل. بس انا طبعا عشان عندي يعني ما بيحبوش الشطة فما بحطش. انتي برضو ممكن تحطي رشة شطة فلفل حرق. الصراحة بيدي طعم حلو. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. عايزة كده لايك كتير عشان خاطر الفيديو ده يوصل لأكبر عدد مشاهدة. ان شاء الله. وكمان ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. واي حد بيجرب اي وصفة انا بعملها يكتب لي في الكومنت لاني بجد هبقى مبسوطة. بس وايه وعجنت كده بقى اللحمة ودخلت كل حاجة ايه مع بعض. وبسيبها بقى ايه شوية? لحد ما ايه ازبط العجينة بتحتي بصوا بقى العجينة طارية ازاي? تحفة 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 وهتشوفوها كمان معي في الاخر هتطلع طارية معي ازاي? بس هبدأ بقى ايه? اه اساوي كده واعملها كور. واسبها برضو شوية. انا كان عندي ميزان ووزنت كل كرة عايزاهم كلهم يبقوا ايه اه متساوين عشان عايزة اللي فوق العجينة اللي فوق تبقى قد اللي تحت. وهتيجي تقفل معي مزبوط. اه ما عنديكش ميزان تحاول بقى ان انت تزبطي الكور دي وتخليها كلها سوى واحد. بصوا زي ما انا عملت كده. وبس هسيبها بقى ترتاح شوية كده يعني حاجة بسيطة. عبال ما انت بتخلصي اه كله بيكون الاولانيين ايه? هما اللي رايحوا فانت بتاخدي بالترتيب. يعني تاخدي اول واحدة كورتيها تاخديها بعد كده ايه? تبدأي تفرديها. هتلاقي كله ارتاح معيك العجينة ارتحت معيك. وبس هابدأ بصوا بقى يعني بقيت بتتفرد معيه على طول. وطرية ازاي? تحاولوا ايه? ما تخلوهاش تخينة. عشان انتو لسه هتحطوا كمان فوقيها يعني طبقة تانية بعد اللحبة. فتحاولوا تخلوها رفيا عشان ما تبقاش تخينة قوي. وطبعا برضو لما تيجي تخش في الفرن. هتبدأ برضو تكبر معيكو وتتخن معيكو. فما تخلوها اشتخينة قوي. ان شاء الله الحواوشي دوت الطريقة دي تعجبكم. وبجد بجد طعمها كانت تحفة تحفة. والصراحة التكة اللي فعلا فرقت فيها الماجي اللي هو بالخروف او بالليا. بجد طعمه وبيبقى تحفة تحفة في الوصفة دي. وبس وهبدأ بقى حط اللحم. هنيجي بقى في اللحمة احنا مش عايزين هتبقى تخينة. يعني بصونتو هتشوفوني دوقتي عاملها رفيع جدا. مش عايزها تبقى تخينة لاني لو تخنتوها اكينكو حطين بورجر جوه لجوه العجين. لأ. احنا عايزين هرفيعها. مش تخينة قوي. وتحاولوا بقى بصوا انا ما باجي حطها بحطها وبسيب الاطراف شوية فاضية. يعني ما بحطهش كده لحد ايه بره لحد الاخر يعني. عشان اما اجي احط الطبقة التانية من العجينة فوق. اه تقدر تقفل مع بعض. العجينة ديات كمان اه ممكن تعملوا بها معجنات عادي تحشوية. ممكن جبنة. اه تحشوها مثلا سبانخ. وان شاء الله برضو هبقى اعملوك وصفة بنفس مقدير العجينة ديات والحشوات اللي ممكن تعملوها تبقى حلوة قوي في العزايم. اه خرجين مثلا في جناين عايزين كده حاجات خفيفة معاكو. اه زي المقبلات كده بتبقى برضو طعمها حلو بتبقى فيها افكار كتير يعني ممكن تعملي بها افكار كتير. وبس هقفل بقى كويس بصوء يعني باجيب اللي تحت وباقيه وبدوس عليها لفوق عشان خاطر انا عايزها تقفل كويس. طبعا مش عايزين اي حاجة تطلع برا ولا لحمة ولا اي حاجة. وعايزين تحتفظ بكل الدهنة اللي فيها عشان تدي طعم العجينة هتديها طعم تحفة يعني في الاكل. يلا واعتنسوني في اللايك. حطوا لايك واعتنسوا. لاني بجد بجد يعني بتعب على فيديوهاتي وكمان اخرت اخرت عشان اطلع حاجة كويسة. وافكر في حاجات كويسة عاملها لكم. وان شاء الله اكون عند حزن ظنكم. وبس انا طبعا ايه برضو هوريكو كده مرة كمان. وبعد كده بقى هبدأ اعمل بقى ايه اكمل انا مع نفسي كده لحد ما خلص. وبعد كده ووريكو الشكل النهائي بتاع الحووش. بس بقى هو ده كده ايه الشكل النهائي. وبعد كده بقى هجيب شوكة. وهبدأ ايه اخرم شوية العجينة عشان انا ايه مش عايزها تبقى منفوخة بقى جوا. انا عايزها تمسك في اللحمة. فايه فهفتحها كده شوية عشان خطر ما تتنفخش معي وتبقى تبقى فصلة ما بين اللحمة وما بين العجينة. وبس وبعد كده هجيب دي زبدة. آآ بدهينها بس كده من فوق عشان ايه تدي لون حلو كده للعجينة. على فكرة انا بلكده كلت الحووش ده برا في مصر يعني وكننا في في طبعا كان طعمه تحفة تحفة. آآ وكان فعلا مختلف يعني. بس طبعا بقى احنا ايه هنسوي عادي بقى في الفرن. بس وايه هحطه بقى في الفرن. آآ الفرن طبعا انا اي معجنات دي بقى ملحوظة مهمة. اي معجنات هتحطوها في الفرن. لازم الفرن يكون ساخن. يعني يكون ساخن على اعلى درجة. بسه بقى طاري معي ازاي. آآ وعلى حرارة بعد كده يعني بتوطل حرارة ايه شوية. يعني بتخلوها متوسطة. بس اهم حاجة اول ما يتدخل العجينة يكون الفرن ساخن جدا. ده هو اللي بيزبط معي العجينة. بسه بقى رفاية ازاي. انا طبعا مش عايزات خينة. انا عايزات كده مزبوط. واللحمة استاوت كويس. والطعم بقى طحفة. وان شاء الله تجربوه. آآ وتحبوه. وهوريكم برضو. اللحمة كده من بسه طاري بقى معي ازاي. والعجينة الصراحة طحفة طحفة طلعت معي. الحمد لله مزبوطة. آآ كويسة. بصوا طاري ازاي. قالت طبعا حتة ودقت. بصوا طحفة طحفة يعني. وبس كده واكن خلصت وصفتي ويا ربي تعجبكم وتجربوها واستنوني في وصفة كده.